بسم الآب والابن والروح الكدس الإله لوحد أمين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التسبيح في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن استعداد الشخصي للكاهن قبل ما يخش الهيكل ويقف قدام المسبح خطوة تانية علشان نبدأ نصلي القداس إن احنا بنفرش المسبح بنجهز المسبح لاستقبال الزبيح لما يجي لك ضيف في البيت بتوضى بالبيت وتفرش المفارش عشان تستقبل هذا الضيف احنا كمان بنعمل كده فرش المسبح مهم علشان نبدأ فيه صلاوات القداس قبل أبونا ما بيبدأ طقس فرش المسبح بيصلي صلاة سرية اسمها صلاة الاستعداد استعداد لفرش المسبح يطلب من ربنا النعمة والقوة إن هو يتقدم للأسرار وإن هو يقدم هذه الزبيحة ويقول لربنا لست مستحق ولست مستعد وليس لي وجه أن أقترب وأفتح إيه فمي قدامك بل امنحني إن أنا أكون مستعدي لهذه الخدمة بعد أبونا ما بيصلي الصلاة السرية دي بيبدأ فيه فرش اللفايف أو وضع اللفايف على المسبح الفرش اللي على المسبح بيشير لي إيه؟ أولا بيشير ليه الأقمتة اللي كان محطوط فيها الطفل يسوع ساعة الولادة لما اتولد من العدر مريم لفته فيه أقمتة زي أي طفل صغير فالفرش ده إشارة لهذه الأقمتة كمان ساعة الدفن اتحط جسد المسيح في الكفن كما يبقى الفرش ده رمز لأقمتة الميلاد ورمز لكفن الدفن كمان له معنى روحي الفرش تفتكروا المسيح لما كان بيروح يصلي أو يعد يعمل الفصح مع التلاميذ التلاميذ يسبقوا عشان يجهزوا المكان فتجهيز المكان معناه فرش المكان وإعداده للفصح كل ده بتشير ليه طقس كنيستنا بالفرش بتاع المسبح الفرش عبارة عن أكتر من حاجة عبارة عن 12 لفافة كلهم شكل بعض مطرزين كده بالسلبان والتطريز واللفافة بتكون مربعة وكلهم قدوا بعض في الحجم يعني 12 لفافة اتنين منهم بيكون شكلهم مختلف شوية واحدة بتكون مدورة والتانية بتكون مفرغة من الوسط يبقى عشرة مربعين واحدة مدورة واحدة مفرغة من الوسط وحديثا دخل الكنيسة لفافة لونها مختلف لونها أحمر بتتحط تحت الصينية والهدف منها إن هي إظهار الجواهر لو سقط جوهرة برة الصينية فيكون سهل على ابونا إن هو يشوفها ويلتقطها علشان ما فيش أي جوهرة من الجسد تروح في مكان تاني بالإضافة للفايف دي فيه الإبروسفارين إبروسفارين كلمة يوناني معناها غطاء وهو فعلا لفافة كبيرة جدا بينغطي بيها المسبح كله نبدأ نفرش المسبح أول حاجة بيعملها أبونا إنه بيحط ست لفايف على المسبح الحتة الأمامية بتاعة المسبح اللي فايف دول تلاتة على طرف المسبح يكونوا على شكل مسلس ممكن يكونوا على شكل مربع كده ممكن ما فيش شكل معين تقصي للتلات لفايف دول حسب الكاهن ما استلم فيه الدير في وقت الاربعين يوم لكن مسلس ينفع مربع ينفع وبعدين أبونا أنا استلمتها إنها مسلسة وبعدين نحط تلات لفايف تانيين على المسبح من فوق كده ست لفايف تلاتة تحت وتلاتة فوق وبعدين زي ما اتفقنا اللفافة الحمرة هتبقى تحت الصينية يبدأ أبونا يجيب الأواني بتاعة التناول الأواني بتاعة المسبح دي اسمها السرة بتكون مربوطة خمس ربطات الشماس في آخر القدس اللي فات خد من أبونا الأواني ونشفها وحط كل حاجة مكانها وربط السرة دي خمس ربطات اتنين تحت وتلاتة فوق ليه؟ عشان أبونا لما هيفك السرة دي بيفكها بالرشومات باسم الآب والابن والروح الكدس وبعدين مجدا وإكراما من غير بقى رشومات إكراما ومجدا كده أبونا فك السرة بتاعة الأواني أبونا ياخد الكاس وهيحطه مكانه في كرش الكاس ويحط عليه اللفافة اللي مفرغة من الجامد مفرغة من الوسط قصدي ويحط عليه لفافة كالغطة للكاس وبعدين يبدأ أبونا يحط باقي الأواني كل حاجة في مكانها الصينية هيحطها في مكانها قدام المسبح وقدام كرشي الكاس ويحط فيها اللفافة المدورة عاملينها مندورة علشان تبقى شكل الصينية وشكل الأربانة اللي هتتحط فيها فنحط فيها اللفافة المدورة وبعدين حط عليها النجمة الكوس ده اسمه النجمة إشارة إلى النجمة اللي ظهر للمجوز ساعة ميلاد المسيح وكمان يبقى فاضل المستير المعلقة اللي بنناول بيها الدم ممكن أبونا بيحطها هنا جنب الصينية أو بيحطها هنا جنب الكاس أنا برضو استلمتها أن بنحطها هنا جنب الصينية وبنغطي الصينية بلفافتين لفافة على ظهرها من وراء والفافة على وشها من قدام واللفافة دي افتكروها عشان هيبقى لها شغل بعد كده لما يجي نشرح بقية طقس القدس وهيبقى فاضل لفافة من ال 12 لفافة اللي اتكلمنا عليهم ابونا بيطبقها بالطريقة دي وبيحطها جنبه على المزبح عشان دي برضو ابونا بيستعملها لما يسيب المزبح بعد التأديس بيغطي ايده بيها لانه خلاص ايده لمست الزبيحة وحصل التأديس وحصل التحول اثناء القدس فابونا بيغطي ايده باللفافة دي لو احتاج ان هو يسيب المزبح او معاه كهن شريك بيقول اجزاء من القدس وبعدين بيتأكد ابونا ان الابروسفرين اتفرد سواء عن طريق الشماس اللي معاه او هو نفسه بيفرده اتفرد بالطريقة الصحيحة ويحطه وراء الكاس وراء كرسي الكاس وبرضه هنشرح الابروسفرين بعد كده بيتعامل ازاي لكن هوريكو شكله دلوقتي ازاي بيتفرد مش مكانه دلوقتي لكن هوريكو ازاي الابروسفرين بيتفرد كده الابروسفرين بيغطي المسبح كله عشان كده اسمه غطاء الابروسفرين كده احنا فرشنا المسبح واستعدين لأول خطوة من خطوات القداس الالهي اللي هي رفع البخور نبدأ بقى ان شاء الله في صلوات القداس بالترتيب خطوة خطوة لكن بنعمة ربنا نبدأ الحلقة الجاي اما الى هنا فقد اعننا الرب الذي له المجد الدائم الى الابد امين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر